بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد عظم الله جورنا ووجوركم باستشهاد سيدنا ومولانا الإمام الجواد عليه السلام عن محمد بن الفرج قال من دعى بهذا الدعاء بعد صلاة الفجر قضى الله سبحانه وتعالى حاجته حتما وهو من أدعية الإمام الجواد عليه السلام لم يدعو به أحد بعد صلاة الفجر إلا تيسرت أموره تيسرت أموره وقضى الله سبحانه وتعالى حاجته وفرج همه فعن محمد بن الفرج قال كتب إلي الإمام الجواد عليه السلام بهذا الدعاء وقال من قال في دبر صلاة الفجر أي بعد صلاة الفجر لم يلتمس حاجة إلا تيسرت له أي حاجة تطلبها الله سبحانه وتعالى ييسرها لك يقضيها لك الدعاء ما هو بسم الله وصلى الله على محمد وآله وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله لا ما شاء الناس ما شاء الله وإن كره الناس حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الذي لم يزل حسبي حسبي من كان مذكنت لم يزل حسبي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهذا ورد في المصدر في الصحيفة التقوية للإمام الجواد عليه السلام جرب ولا تشك وعظم الله جورنا وأجوركم مرة أخرى باستشهاد سيدنا ومولانا الإمام الجواد عليه السلام ولا تنسونا من فاضلي دعواتكم برنامج صباحات الآية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام